محمد بن عبدالله الأمير القريشي أما بعد يا إخواني الطلبة وحييهم بخير التحية التي هي من عبدالله أز وجل وهي تهية أهل الجنة بالجنة أولها سلامة وصلها رحمة وآخرها بركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المقالة أو الخطبة الذي سوف أقدم لكم حول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريف التي فيها العجال والآداء الذي يبدل بكل واحد مننا أن يصف بها التمرأة تشتكي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها كان زوجها يدعو الناس في بيتها ويكردهم وكثرة الضيوف سبب لها المشقة والدعو فخضتت من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد الجواب منه وبعد فترة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وقال له إني ضيف في بيتك اليوم سعد الزوجة بالخف وذهب إلى زوجته وأخبرها أن ضيفنا عندنا اليوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدت الزوجة بالخلط وانطبقت كلما لذ وطاب وهي راضية وبمطيء خاطرها وعندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ونال كرمه وردي الزوجة قال للزوجة عندما أخرج من بيتك دع زوجتك تنظر إلى الباب الذي أخرج منه فنظرت الزوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من بيتك والدواء والعقال وكل الدر يخرج وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا ماذا علز وصيحة الزوجة وصيحة الزوجة من شدة الموق وتعجبت مما رآت فقال لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا دائما إنما يخرج الطيف من بيتك يخرج كل البلاء والضر والدواء من منزلك فهنا الحكمة من إكرام الطيف وعدل الضجر البيت الذي يكثر فيه الطيف بيت يحبه الله ما أتمن البيت المفتوح بالسخير والكبير بيت تتنزل فيه رحمات وبركات السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى له الهدية قالوا وما تلك الهدية قال الطيف ينزل برزقه ويمتحبه من أهل الميت الله وقال صلى الله عليه وسلم كل بيت لا يدخل كل بيت لا يدخل فيه الطيف لا تدخله الملائكة وقال صلى الله عليه وسلم الطيف دليل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر ضيفا إذا أعجلك هذه المقالة وقناة التقى صلى على سبيلنا محمد وآله وسلم وشبه الله مباركة قوزين الله أكبر الله أكبر الله أكبر